أكد مسؤولون بهية قناة السويس أن الدولة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل التطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحرية وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أضاف المسؤولون أن أعداد السفن العابرة لقناة السويس ارتفعت بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.900 سفينة عام 2022-2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة تنفيذ جديد عبارة عن 72 كيلومتر طولي من تطوير الإنشاء والتطوير للمجرى الملاحي من الكيلومتر 60 حتى الكيلومتر 95 ده إنشاء جديد كامل تم إنشاء قناة كاملة الأمر ده استدعى حفر على الجاف بمعدات أرضية حوالي 250 مليون متر مكعب وحفر 250 مليون متر مكعب المال المشبعة بالمياه بالكراكات عشان نعمل 35 كيلومتر دول وكان فيه تكريك للممر الغربي في البحيرات المرة الكبرى بطول حوالي 27 كيلو زائد زيادة العمق لتفريعة البلاح الغربية لـ 66 أدر حفر 72 كيلو بطول القناة بقناة موازية وقناة جديدة قدرنا بقناة بربادة الحمد لله 40 إن يكون فيه دخل زائد يصل إلى 9.4 مليار دولار يعني تم رفع الدخل من 5.5 مليار دولار إلى 9.4 مليار دولار وده كان سادة فريق أسام ربيع ريسادة كناص السويس كان أعلن بشخصه في انتهاء الميزانية في 36 إن السنة الماضية قدرنا نحق أرقام تاريخية أرقام غير مسبوكة 9.4 مليار دولار دخل سنوي 25.800 سفينة وما يوازي ويزيد عن 1.5 مليار من البضايا وده خلال العام المنقضي يعني الزيادة ما بين 18.000 سفينة لـ 25.800 سفينة